بداية مثالية وممتازة للنجمة التونسية أونس جابر في بداية موسمها الجديد داخل الملعب وخارج الملعب أونس جابر تتفوق وتتألق وتحقق النجاحات أونس جابر خارج الملعب وقعت مع شركة إيفولف وهي وكالة تمثيلية تمتلكها اليابانية نيومي أوساكا هذه الخطوة تسمح لأونس جابر أن يكون لها بصمة أفضل في السوق الأمريكية مع توسيع علامتها التجارية في الشرق الأوسط مليون مبروك وإن شاء الله يا أونس من نجاح لنجاح أما بالنسبة لداخل الملعب أونس جابر شاركت في أول بطولة لها هذا الموسم وهي بطولة أديليد أول مباراة في سومن النهائي كانت ضد الرومانية السورينا كريستية وفازت أونس جابر بمجموعتين دون رد سبعة ستة وستة واحد بسهولة جدا على اللاعبة الرومانية كريستية في الدور السومن النهائي وصلت إلى ربع النهائي لتواجه اللاعبة كوستيوك مارتا كوستيوك الأوكرانية وفازت أيضا أونس جابر اتنين مقابل لشيء ولكن بصراحة كانت مباراة ممتعة مباراة مشوقة مباراة فيها هاتو خد وفيها نزال على أرضية الملعب وفيها حماس وفيها رد فعل مهم جدا وكان جميل جدا ومميز جدا من الأوكرانية مارتا كوستيوك اللي خلت المباراة لها طعم ولها حلاوة لكن أونس جابر بخبرتها أونس جابر بزكاءها بمهارتها الفردية قدرت تفوز على اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك اتنين مقابل لشيء بمجموعتين دون رد 7-6 و7-5 وكانت مباراة بصراحة استمتعنا بها كل الأشواط وكل النقاط كانت مميزة جدا لتصل أونس جابر إلى نصف نهاية بطولة أديليد للسيدات 500 نقطة لتواجه أتيشيكية ليندا نيسيكوفا المصنفة رقم 102 على مستوى العالم أونس جابر هتلاعب في نصف النهاية اللاعبة التشيكية ليندا نيسيكوفا هي المصنفة رقم 102 على العالم طبعا أونس جابر رقم 2 على مستوى العالم المباراة هتكون غدا بإذن الله المباراة الثالثة على الملعب الرئيسي هتكون السبت صباحا السبت صباحا بتوقيت مكة عشرة صباحا بتوقيت القاهرة تسعة صباحا بتوقيت تونس مش هتكون قبل كده ممكن تكون بعد كده بشوية هي المباراة الثالثة على الملعب الرئيسي السبت 7-1-2023 بإذن الله أونس جابر في نصف نهاية بطولة أديليد للسيدات أونس جابر لو فازت تصل إلى نهاية البطولة نتمنى لها التوفيق وإن شاء الله توصل لنهاية البطولة وتاخد البطولة وتكون بداية خير في العام الجديد وأول بطولة تحققها أونس جابر في بداية عام 2023 وآخر شهر يناير زي ما احنا عارفين أونس جابر هتلعب بطولة أستراليا المفتوحة وكانت صرحت أونس جابر في بداية الموسم أن هي إن شاء الله بتسعى هذا الموسم لتحقيق بطولة جراند اسلام بطولة جراند اسلام هي حلم أونس جابر وحلم محبي ومشجعين أونس جابر في كل الوطن العربي وكل العالم نفسنا أونس جابر تحمل لقب بطولة جراند اسلام أونس جابر والتشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة رقم 102 على مستوى العالم في نصف نهاية بطولة أدليل السبت 7-1-2023 ليست قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت تونس أما بخصوص القنوات النقلة سأضعها لكم في التعليق المثبت بإذن الله تحت هذا الفيديو لا تنسونا ملايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته